بيبدأ مسلسلنا بكانج مريدة السرطان وهي قاعدة تبص في الفراغ كده بكل يأس لحد ما بتيجي صاحبتها المقربة سو تكلمها وبتعد تقويها انها حلوة زي ما كانت طول عمرها فبتتأثر قوي كانج من اهتمامها بيها وبتشكرها وبتعد تقولها انها مش محتاجة حد تاني في حياتها غيرها بالذات جوزها ده فساعتها سو حاول التدفع عنه وقالت لها بس ما له جوزك ماهو كويس يا بامتي رحت مفاجآها كانج انه بيخونها فاتخضت سو سألتها عرفت ازاي رحت حكيا لها انه من يومين بعت لها رسالة بيقول لها وحش سيني وبعدين ما زحها على طول فاكيد بعتها بالغلط رحت مطمناها انه اكيد لأ وما تبقاش حساسة قوي كده فقالت لها انها كده كده مش مهتمة اهم حاجة عندها هي وبس فحضنتها سو وقعدت تشجعها علشان جلسة الكيماوي اللي هتبدأها ورحت ماشية وساعتها نامت بقى بطالتنا وافتكرت بداية اللعنة وهي جوازها من بارك جوزها طبعا والموضوع كله بدأ من الفرح اللي كانت فرحانة في قوي ورمت البوكي لصحبتها سو ولسه بتضحك بصت على كراسي المعزيم وما لقيتش اهلها فافتكرت انهم ماتوا وبقت زعلانة علشان مش حاضرين معاها مناسبة زي دي رحت مامت العريز بدل ما تقول لها معلش يعني او اي حاجة قالتها كده بطريقة لقيمة واني يعيني يا بنتي اهلك مش معاكي وما ربكيش خالص ولكن خلاص اعتبريني من النهاردة ممتك فاستغربت البطلة طريقتها دي وطبعا حمتها كانت لقيمة فعلا وبعد الجواز بقت كل يومين تزعق لها علشان ازاي لسه مخلفتش ليهم العيل واخر مرة قامت كمان علشان تضربها فساعتها قاعد يهديها جزها الحيلة رحت دلق عليها شي سخن وبدل ما يهتم بيها والعبرها اصلا وبقى يمسح الترابيزة وحاجة كده يعني اخر اهانة ومش بس كده شغله اصلا ولما سألته ليه وازاي رح اقل لها علشان اتفرغ للتداول في البورثة وانه حط كمان كل فلوسه فقسهم شركة معينة فساعتها قلت له طب ازاي بقى هنسدد ديوننا وبعدين ازاي ما تقوليش ونتناقش في القرار ده رح متعصب عليها والبجي حقال لها وقلك ليه اصلا كنتي مراتي ولا مراتي وراح يتدلع على مامتك العادة كالعيل الصغير ويسألها مش انا هنجح يا ماما فتقول له اه يا حبيبي طبعا فما بقتش مستحملة سمجتهم دي وبسببهم بقت مش مركزة في الشغل حتى وعلى طول بتتهزق من مدرها قدام باقي الموظفين ولما ترجع البيت تلاقي جوزها قاعد زي قلته مش راضي حتى يطلع الغسيل من الغسالة ولما تقوله عمله يزعق لها كمان وفضلت في الدوامة دي لحد ما كشفت وعرفت بالصدفة ان عندها سرطان وزعتها بدل ما يهونوا عليها بقت حمدها تقول لابنها يعيني يا ابني اتجوزت وحدة مريضة والتاني يقول لها هو كده يا ماما بما انها تعبانة مش هتعمل لي اكلي وحاجة كده اخر بجاحة فبقت مش طيقاهم بالذات لما حمدها قالت لها ما تقف وريش وكملي في شغلك علشان تأكلينا لحد ما تتعبي ففعلا فضلت تشتغل لحد ما تعبت واخيرا دخلت المستشفى علشان تتعالج واخيرا بقى خلصة الجلسة فقامت من دوامة الزكريات دي تتمشى شوية وساعتها لقت وحدة بتهون عليها خيانة جوزها وبتقول لها اهم حاجة عندك صاحبة كويسة فقالت اه بجد الحمد لله على سوء وقعدت تقول الستة قد ايه سودي نصها التاني وما تقدرش تعيش من غيرها وقصيلة وبنت حلال وقعدت تشكر فيها ازاي شطرة في شغلها برضو وترقت كتير فيه لحد ما بقت مديرة ولسه هتكمل مدح كده فيها لقت موظف في المستشفى بيعرفها ان للأسف مصاريف علاجها ما تدفعتش فكده يا تديهم الفلوس يا تمشي فساعتها استغربت جزها الواطي ده ازاي ما دفعش الفلوس حاولت تتصل بيه مفيش اي رد تبعت له رسائل تتحيل عليه يجي علشان يدفع الفلوس ولا يعبرها فنزلت تشمها وتحت شوية لقيت ساعتها الربيع جي فساعتها فضلت تتأمل في الشجر كده لحد ما جت لها فكرة وهي انها تروح البيت تكلم جزها وتخليت فعلها الفلوس من فلوسها اللي واخدها اصلا فساعتها وقفت تاكسي والسواء كان نطيف جدا وحاول يتطمن على صحتها في الاول وقاعد يشجعها وعلشان يفتح معها مواضيع قال لها ده الربيع جي فقالت له بكل يأس وإيه الفرق مانا كم شهر وهموت فقال لها يا بنتي بلاش تقولي كده واستمتعي بحياتك ولحظت كمان انه خدها في طريق غير البيت فسألته ليه رح اقيل لها الطريق ده احسن وفعلا الطريق كان مبهج جدا اتبسطت فيه لحد ما وصلها للبيت وساعتها ادت له الأجرة ونزلت بقى فلقيته بيرجع لها فلوسها وقال لها انه مش هياخد من واحدة قد بنته فلوس وقال لها كمان وعيديني تتبسي في حياتك ورح ماشي فاتبسطت قوي منه وتلعب بيتها واول ما فتحت الباب اتفجئت بجزمة لبنت محطوطة جنب جزمة جزها ومش اي جزمة لأ دي جزمة صاحبتها اللي لسا كانت بتزورها بيها فاستغربت قوي ودخلت البيت أكتر لقيت الحيوان جزها بيخونها مع الحيوانة صاحبتها وكمان البجحة وصلة بيهم عاديني اتفقوا هيعملوا ايه بعد موتها وبتكتشف وقتها ان جزها ده من قبل ما تعرف بمرضها كان هو عارف وقدم على بوليس التأمين على حياتها علشان مريضة سرطان وخد نص الفلوس لما دخلت المستشفى أصلا ودلع نفسه بالفلوس دي ومدلع صاحبتها كمان ومستنيين دلوقتي هم اللي اتنين موتها علشان يكملوا بقى دلع فساعتها بقى اتعايت وانهارت لما كان عارف من الأول بمرضها واتوقع دلع ان باباها كان مات بالسرطان فشك ان عندها هي كمان فبقى اتعايت وهي مسكة صورتها مع باباها اللي طبعا جزها كان رميها وراح يتدخل عليهم متعصبة تضرب فيهم اتخضوا الأول منها ولكن بعدين بكل بجاحة جزها كان هيدربها أما صاحبتها في الأول كانت بتقول لها انتي فاهمة غلط مش فاهمة إيه الغلط في الموضوع ده مسككي بالملاية يعني بس المهمة بعدين قالت لها وفيها ايه مانتي كده كده هتموتي فسيبي اللي عايشين بقى يستمتعوا فساعتها بقت منهورة من البجاحة بتاعتها ومسكت فيها تضربها فالحمار التاني لما شاف عشايته بتتضرب رح عمل فيها أبو الرجالة وضرب مراته لدرجة انه زقها جامد فوقعت على ترابيزة قصرتها ودمغها تفتحت كمان وبقت تموت حرفيا وبقت شايفاهم خايفين مش عليها طبعا لأ خايفين على نفسهم ولايت ان جزها بيطمن البيت انه عايدي كده كده كانتها تموت وهنقول انها وقعت لوحدها فبقت تشتمهم وهي مقهورة ان بسببهم معرفتش تعيش الكم شهر اللي بقين لها حتى بعدها بقى بتفتح عينيها بتلاقي قدامها جزها ولكنهم في الشركة وبيسألها لو رحت المستشفى فساعتها بتستغرب هو ايه ده اللي حصل بس على طول بتمسكه تضرب فيه على اللي عمله فيها وساعتها كل زميلهم في الشركة بيتلموا وكلهم بما فيهم جزها مش بيبقوا فاهمين هي مالها وما حدش عارف يوقفها غير المدير اللي مسك ايديها يبعدها عن الواد وقال لا احنا في الشغل هو في ايه فساعتها ركزت في اللي حواليها واكتشفت انهم في الشغل فعلا فمن الخضة كانتها تقع ولكن المدير اللي حقها بسرعة فساعتها ثابته وجريت على المراية تبص على نفسها فاتفجأت ان شكلها زي زمان من حوالي عشر سنين فمن الخضة برضو كانتها تقع تاني والمراضي بقى كانتها تقع عليها مياه مغلية تكويها بس المدير انقذها برضو وجات بقى صاحبتها وقتها تطمن عليها فساعتها افتكرت هي عملت فيها ايه فطلعت تجري بعيد عنها ومن الرعب تبايني انها قديمة زي من عشر سنين وفعلاً لقيت حفلاتها تتعامل واغبار معروضة انهم حالياً في 2013 مش 2023 لما هي تقتلت فما بقيتش فهم حاجة من اللي بتحصل دي بس لقيت المدير جايل لها بالجزمة وبيساعدها وكمان وصلها لبيتها بعربيته وادى لها فلوس ولما رفضت قال لها انت مش معاكي شنطتك حتى هتجيبي اكل ازاي فشكرته على زوقه جداً وفتكرت انها فعلاً من الخضة نسيت حاجتها على المكتب المهم سابته وتلعت لفوق تبص على تاريخ امتاج كل حاجة تتأكد هما فعلاً في 2013 ولا لأ فلاقيت انها فعلاً رجعت بالزمن لعشر سنين وراء قبل ما تتجوز جوزها وفاجئها من الجرز ران بصت لقيت ان مديرها برا فخرجت لقيت وجايب لها اكل وسبهولها برا ومشي فاستلطفته قوي وقعدت تاكل وهي بتفكر يطر رجعت بالزمن ولا كانت بتحلم اصلاً بالمستقبل بعدين قالت لأ دا اكيد مش حلم هي رجعت بالزمن اه لانها عارفة حاجات دلوقتي هما لسه هيكتشفوها بعد كم سنة زي مثلاً ان مديرها الحالي وريس لشركة مهمة جداً وهيتعلن ده في 2021 لسه فمحدش يعرف كده حقيقة غيرها لانها جاية من المستقبل فوهي بتفكر في مديرها كده افتكرت الفلوس اللي ادهها لها فوهي بتطلعها من جبها اتفجيت بالفلوس اللي كانت اديتها لسوائد تاكسي ولما ركزت لقيت مرسوم عليها قلب ودي كانت عادة من باباها المتوفي كان دايماً بيرسم لها القلب ده على المصروف اللي بيديه لها ففهمت كده ان باباها كان سوائد تاكسي وهو اللي ساعدها ترجع بالزمن فقعدت تعايت ووعدت نفسها انها هتنفس كلامه وتعيش سعيدة المرة دي بس فوقها من احلامها دي ان بارك جالها بيتها بالشنطة بتاعتها فسعيدها رحت مهدية نفسها وخرجت معاية عشه برا وطبعاً مكلتش حاجة وفضلت تبصله بقرف طول القعدة ولايت الواطي سعيدها بيتطمل على صحتها وبيسألها لو طلعت حامل وقعد يقول لها بكل سماجة انه مش متأكد انه ابنه وكمان مش قادر يتحمل مسؤولية الطفل دلوقتي فسعيدها فتكرت ان من عشر سنين في الوقت ده كانت شكة فعلاً انها حامل وقالت له فسعيدها فهمت هو بيقول ايه ورحت مطمناه وقالت له انها مش حامل ولا حاجة ده واجع بس كان في معدتها فقعد يضحكوا ويقول لها ياه ده انا كنت بهزر عادي نبقى نخلف بقى بعدين فقالت له ولا بعدين ولا قبلين بص فكك مني يا لا وقالت له انها وقعد يقول لها انها مجنونة فساعتها ترعبت منه علشان افتكرت ازاي اتالها قبل كده وبسرعة عالت صوتها علشان حد ينقذها رحوا الناس فعلاً مبلغين الشرطة ويريتهم ما بلغوا لانهم بكل برود قالوا لها هناك ما تكبريش الموضوع ده بيين على حبيبك انه محتارة مشغال في شركة كويسة وبعدين يعني ده ما عملكش حاجة خطيرة فاستغربت هو ايه لها بلدة وقالت لهم هو انا لازم اجي مضروبة جامد يعني علشان تهتموا وعرفت ان مفيش امل منهم فخلتهم يوصلوها بقى وخلاص وساعتها لما روحت فضت نفسها للتركيز في ازاي تستثمر فلوسها وكانت بتفكر تسيب الشغل وتهرب خالص بعيدة عن بار كده بس لقيت انها استفادت من كل فلوس الشغل ودتهاله اصلاً ومش فضل لها الا حاجات بسيطة فقعدت تفكر هتستثمرها في ايه وتفكر بقى كل الشركات اللي هتنجح في المستقبل علشان تشتري الاسهم بتاعتها من دلوقتي وساعتها يكلمها الحمر ده يعتذر فهو العبرته طبعاً بس لما كلمها فكرها بالشركة اللي استثمر بيها بالصدفة زمان ونجحت جداً فقررت تحط فلوسها فيها كمان بس قبل كل ده رحت تطمن على صحتها لقيت ان مش عندها سرطان لسه فوعدت نفسها تهتم بصحتها أكتر بعدين رحت تقرأ في المكتبة بعد ما خدت أجازة من الشغل وقالت لبارك انها تعبانة فتفجئت في المكتبة بالمدير هناك وبيبص على الكتب اللي في ايدها وفهم منها انها عايزة تسيب الشغل فساعتها تويت الموضوع وقالت له يوعدها انه ما يعرفش حد انه شافها هنا لانها كتبت وقالت انها عيانة النهاردة فوعدها انه هيعمل كده ولحظت لما ركزت في ايده انه تحرق مبارح من المية علشان أنقذها فاعتذرت له انها السبب راح قيل لها طبق أعزميني على الغدى فوافقت وخدته تعزمه وساعتها لقت انه حلوة قوي وانها طول الوقت ده ما كانتش واخد بالها منه ولما ركزت أكتر اكتشفت ان ايده عليها حرق زي اللي كان على ايدها من المية قبل كده ففهمت انه علشان أنقذها اتغير قدرها وهو اللي تلسع مكانها فبقيت زعلانة علشانه في الوقت ده كانت صاحبتها سوف البيت بتاعها متضايقة جدا علشان مش بترد عليها ما تعرفش انها مش فضيالها دلوقتي وقعدة مع المديش ذات نفسه اللي فضلت تفكر فيه وقد ايه هو لطيف حتى بعد ما روحت بيتها وتاني يوم بقى وهي رايحة الشغل لاقت بارك واقف قدام الأسنصير فعلى طول قررت تطلع على السلم أهوان لها علشان متقبلوش ولا يكلمها بس أول ما دخلت الشركة حاول يكلمها بردو فطنشته ولايت صاحبتها جاية تدلع عليها كالعادة فبعدتها عنها وراحت تقدم مشروع جديد من فكرتها لنائب المدير فمن غير ما يرى أصلا قال لها ايه السخافة دي فاستغربت لأنها عارفة ان كمان شهرين هتاخد المشروع ده منها سوء ومن غير أي تعديل عليه هتقدمه وساعتها هيوافق عليه وبسببه أصلا هتترقى وتبقى مديرة كمان فقررت المرة دي ما تبقاش عبيطة وتتمسك بشغلها والغريب إن نائب المدير علق لها على لبسها إنه شبه يانج اللي تحت منه على طول وكان بيهزقهم يعني هما اللي اتنين فاستغربت اللي تزوقوا جدا بس بعدين وهي بتبص اليانج افتكرتها كانت بتشتغل معايهم وفجأة سابت الشغل وزهقت من مدايقات النائب ليها مع إنها شطرة جدا فقررت تنقذها بردو ولقيت وقتها كوباية القهوة تقع فافتكرت إنه وهي بتلحقها قبل كده اتعورت في رجبتها فسعيتها نطت ولحقتها ومن غير ما تتعور ولكن أول ما خرجت من القودة كانتها تغبط في حاجة تانية ولكن لحقها المدير المرة دي فمع كل المحاولات دي اتخبطت بردو وهي بتحاول تجري من بارك علشان ما يكلمهاش وكانت نفس الخبطة بتاعت زمان في رجبتها فعرفت إنها مهما تعمل علشان تتفادى الخبطة هتلزق فيها بردو فعادت تفكر إن كده مهما تحاول تهرب من بارك هتتجوزه في الآخر ويقيت لها بردو والفكرة دي خلتها مرعوبة ورجعت لمكتبها وهي زعلانة فلاقت بارك سعيتها بعيت لها رسالة إنه فهم خلاص هي متضايقة ليه وقال لها علشان أنا خدت منك فلوس أشتري بيها أسهم وخلاص يا ست هدي هالك وراح العبيد فعلا باع الأسهم ودالها الفلوس فسحيتها استغربت هو إيه لها بلدة بيباعها ليه وهي هتنجح بعدين فعرفت إنها كده علشان قررت تستثمر زي مبارك دعمل قبل كده فهي سرقت مصيره وهتبقى غنية بداله أما هو فهيفضل موظف عادي زيها كده زمان ففهمت إن أي حاجة حصلت زمان لازم هتحصل بس الفكرة هنا إنها ممكن تغير الشخص إلا هيحصل له الحاجة يعني المدير اتحرق بدلها هي استثمرت بدل بارك وقررت اللي تتجوز بارك بدلها وتلبس فيه هي صحبتها سو بما إنها طول الوقت كانت عايزاة يعني فخلاص بقى تشبع بي والموضوع ده فدل شغلها لتاني يوم فوهي رايحة الشغل شفت تحت سو وقف مع نائب المدير وكالعادة بتدلع عليه فبقت أرفانة منهم ومش ناوية تطلع معاهم بس شفتها سو وندهت لها فساعتها رجبت معاهم بقى وخلاص وحصلها المدير كمان وساعتها سو مسكت فيها وقعدت تدافع عنها لما نائب المدير قال عليها إنها مش بتشتغل كويس ورح تسأليها فجأة كده عن القهوة وجبتها منين فلما سمع النائب المكان وعرف إنه بعيد سيكة قعد يقول عليها كسولة فبقت مش طيقة سو علشان لقيمة وبتجيب لها الكلام بس من تحت لتحت لكن المدير أنقذها ساعتها وسكيته وكمان لما وصله طلب منها تطلع معي على السطح وساعتها قال لها مش عايزك في حاجة اشربي بس قهوتك فاستغربت ماله ده راح أقيل لها علشان ما تتداقيش وشكلك ما يبقاش غريب وانتي بس اللي بتشربي جوه فساعتها تأثرت بقد إيه هو لطيف وبقت تقول في سرها اهيدين رجالة مش رجل الفرخة اللي كنت متجوزاه وارتحيت له قوي لدرجة وريته الفلوس اللي رسم لها عليها باباها وقعدت تشكره إنه لطيف من ناحيتها فارتح لها هو كمان ورح سألها لو فاضية يوم الحد فساعتها فتكرت إن اليوم ده كان عندها نزولة بالليل مع سو فطبعا قررت تفكس لها ولسه هتقول له اه فاضية رح تسو سمعت واتدخلت بسرعة وقالت له إنها للأسف مش فاضية علشان هنتعش سوا وأنا قريدي حاجات 6 ربيزة في المطعم خلاص فساعتها رح قيل خلاص بقى مرة تانية ورجع وقتها على مكتبه وبص في ملف البطلة وشاف اسم مدرساتها ورح مكلم المطعم اللي حاجزة فيه سو يسألهم عندهم إيه يوم الحد فقالوله تجمع لزمائي المدرسة فعرف إن هي وسو رايحين التجمع بتاع زمائي المدرساتهم وقعد يفكر في حاجة بس قطعوا عن التفكير البطلة علشان دخلت مكتبه ومعاها دوالي مسكن للألم بتاع الحرق ده فساعتها قص الشريط ودلها نصه علشان هي محتاجة برضه فشكرته جامد قوي ورجعت لمكتبها فساعتها لقيت بارك ده بعيت لها يتكلمه شوية برة فقامت تشوف ماله ده وساعتها لقيته بيسألها لو ثبته علشان المدير فاستغربت هو إيه لها بلده وعلى طول قالت له إنه لأ طبعا ما لهاش علاقة تغل الفرصة وكانها يقرب لها فلسه هتبطحه بحاجة تخليه بعد عنها دخلت يانج فاتحرجه وماشي وساعتها قلت لها يانج حتى لو مرتبطين ما تسمح ليوش يقرب لك بالعافية فاستلطفتها قوي ورجعت لمكتبها وقتها كان الغداء فاقترحت سو يخرجوا يأكلوا في مطعم هندي فوقتها البطلة محبتش كده وقالت تتاكل في الكافيتيريا ورحت أيلالهم يروحوا من غيرها فسو اللازقة قررت تاكل معاها في الكافيتيريا بتاعت الشركة ولما نزلت فجأت بيها بتملى طبقها قوي وساعتها افتكرت ان ده حصل قبل كده لما كانت بتعارض اي قرار لسو كانت بتبهدلها بعدها على طول وافتكرت ازاي وقعت عليها الاكل قبل كده قال يعني بالغلط فقررت المرة دي تتفداها ففعلا اللقيمة سو حاولت تلف توقع اكلها على البطلة بس ساعتها اتفدتها وكمان كعبلتها فمين اللي لبس والاكل وقع عليه هو بارك الحمار وابن حلاله يستهل عادي فبقت فرحانة فيهم بالذات بارك اللي كان لبس اميس براند مش اي حاجة يعني فقعدت تفكره علشان يتدايق فسوط حرجت قوي وبسرعة طلبت من البطلة تجيب منديل فقالت لها طبعا طبعا وماله ورحت على الحمام تخسل ايدها عادي ووقتها لقت بنت في الحمام بتطلب مساعدتها ففهمت انها عايزة فوات صحية فعلى طول جابتها فالبنت فرحت قوي انها زملتها في الشركة اصلا وقعدت تشكرها وانبهرت بيها اكتر لما لقيتها كمان بتلف جسمها بجاكت علشان يداري البنطلون لو بقع ولا حاجة فقعدت تشكر فيها وقالت لها انها زوء جدا وان في واحدة كانت هنا قبلها مرديتش تساعدها فافتكرت ان سوء قبل الغدا كانت جاية من الحمام فعرفت ان هي قللت الزء دي بقيت متضايقة ومن تحت لتحت كده بتعلق على طريقة اكلهم وقعد ايه هي كيوت وبتكل قليل وصغيرة وقعدت تقول ده البطلة بتكل كتير وكويس وصحية وقعد ايه البنت التانية بتملب وقاها اكل فبقول اتنين مش طاينها خالص وبرك قاعد يدلع فيها وقعد ايه هي كيوت ده بغض النظر عن تلزقهم سوا وصوب تعتذر له علشان القميس ولكن وقتها قال لها عادي ده رخيص فبقت البطلة متفاجأة ازاي بيقول لها ولا يهمك ده مش غالي مع انه غالي جدا وكانت هي اللي جايبهوله دي اصلا فساعتها رحيت ايه لسعره علشان تحرجهم هما الاتنين بعدين قامت تهديه علشان سو دايقتها جامد فطلعوا بارك وصول الشركة سوا والاسانسير كان زحمة فاضطروا يلزقوا في بعض فهل بقى تتعامل سو باحترام لأ طبعا قعدت تلمس فيه والتاني عبيت ومحتاجش غير لمستين منها وبقى شوية وهيدخوا نفوقوا وفي الاجتماع بقى سو اتدخلت وجابت التهزيق ليو وقال يعني مش قصدة فبقيت البطلة قرفانة منها جدا ومن غبقها في نفس الوقت علشان ازاي ما شافتش بشعيتها دي من زمان وبعد الاجتماع قدت مشروعها ليانج تبص عليه فسو استغربت وقفة مع غيرها ليه وراحت تحاول تجرها معها كالعادة بس المرة دي بقى البطلة رفضت فوقفت مش فهمها هو في ايه ولقيت ساعتها مشروع البطلة في ايد يانج ففهمت وبعدها في الاستراحة التانية بتخرج البطلة مع يو وبتعزمها على حلويات فوقتها بتقول لها نتقابل في الاجازة بقى علشان اردهالك فساعتها افتكرت ان عندها معايد مع سوب الليل رحت ايلالها خلينا نتقابل الصبح فالبت فرحة قوي اما بنتنا فرجعت للشركة تقابل يانج اللي انبهرت بالمشروع بس قالت لها للأسف مش هعرف اساعدك طول ما نائب المدير مش حبه فساعتها قالت لها هو ما اراهوش اصلا علشان يحبه او لا وقالت لها انه بيمثل انه بيقراه بس ولا يعرف اي حاجة عنه فساعتها يانج ما تخيلتش انه بالحكارة دي فرحة ايلالها البطلة انها عارفة كويس انها برضو مش بتحبه لانه خد مشروعها زمان وقدمه وعلشان كده ترقى بدلها فهي مش عايزة المراضي برضو حد يستفاد من وراها ويزلمها زي ما هي اتظلمت فساعتها يانج اتفقت معايها انها لو اثبتت ليها انه فعلا كيم ده مش بيقراه المشاريع هتقف في صفها فساعتها جاهزت نفس المشروع بنفس الملف بنفس كل حاجة حرفيا ولكن غيرت الالوان وراحت مقدمهوله والمفاج انه فعلا رفضوا وقال لها كمان الاول كان احلى ايه الارف ده فساعتها قامت واحرجته اصاد الكل وقالت له انها اسفة وقدمت له نفس المشروع من تاني بالغلط وهتقدم له اللي في التعديلات المرة الجاية فاتحرج قوي لانه كده تكشف انه مش بيقرا المشاريع اصلا وفعلا كل المكتب بقوا يتريقوا انه حمار ومعرفش انه نفس المشروع فقعدت ساعتها تضحك مع يانج وهما بيشربوا القهوة وانضمت ليهم بعدها يو فلما شافتها سو كده بتضحك وفرحانة قوي مع غيرها اتداقت قوي وعلشان كده رحت تدلع على كيم وطلبت منه يشربوا سوا بالليل فساعتها قعدت تكلموا عن المشروع بتاع البطلة وانه كويس جدا فيشتغل عليه لان هم كده كده نويين يشتغلوا عليه بردو بس حيوانة وحبت تسرق مجهود صاحبتها وراحت قالت له ونبقى نشتغل عليه سوا وقعدت تدلع فيه فالراجل حس انه شاب عشرين يوسيم وهو قد ابوها اصلا اما الحيوان التاني الخين بتاعنا فكان بيلعب بولنج مع صاحبه وبيحكيله على سوق وقد ايه هي حلوة فساعتها قاله صاحبه حاجة جميلة قوي طالما معجب بيها كده ليه تتجوز البطلة فقاله يا عم كانجي دي لايقى على دور الزوجة قوي ودي عينة معفنة من الشباب موجودة فعلا اتمنى تنقارد المهم بقى ان بطلتنا لغلبانة اخيرا كانت خلصت شغلها وهي ماشية لقيت سو سايبالها على المكتب حلقاً هدية فخدتهم ولقيت انها سايبالها كارت جوة الشنطة انها تلبسهم يوم الحد وافتكرت في الأسانسير لما لبستهم فعلاً زي ما قالت لها يوم الحد وراحت المطعم وكانت سون فهيماها انه عاشا عادي فراحت اتفاجئت انه تجمع لزميلهم من سنوي فطبعاً الكل التريع على شكلها وقعدوا يتنمروا عليها كمان ويقولوا انها على طول بتقلت سوف حاجتها حتى لابسة الحلق بتاعها ولكن فيك وكل دا كانت سمعايا وهي جوة الحمام ومن خوفها منهم لانهم نفسهم اللي كانوا بيتنمروا عليها في المدرسة ما رديتش تخرج وهم اللي بقوا يدوروا عليها في الحمام ولما لقوها هزقوها اكتر ما تكسفوش حتى فخرجت من دوامة الزكريات دي وهي مقررة انها لا يمكن تروح المكان ده تاني واتهين نفسها وساعتها لقيت المدير في وشها واول ما بص على الشنطة لفت نظرها ان البراند دي فيك فما تلبسش حجمانهم فساعتها شقريته وفتكرت زمان لما لفت نظرها برضو وفكرته وقتها قليل الزوء بس المرة دي شكرته علشان فهمت خلاص الفكرة لأ وبعدها لما عرض عليها انه يوصلها محبتش الفكرة ورفضت جاية تروح بقى لقيت سو بتكلمها عايزة تجيلها والمينيال التاني عايز يجي برضو في الاول قالت هونا نقصاكم بعدين قالت وماله وقررت تخليهم يتقابلوا هما اللي اتنين وفي بيتها علشان تصرع موضوع علاقتهم ده وجابت بقى حاجة يشربوها وجاهزت الدنيا وجريت على البيت لقيت ان حبيبها اصلا وصل والبيت بعت لها انها مش هتيجي فاتصدمت وتصدمت اكتر لما لقيت قدامها بالفوتة حرفيا وعبيت وعايز يغريها بقى فبقت قرفانة منه واعدة بتصوت فلسه بيقول لها بتصواتي ليه بس لقيت الحمد لله الباب خبط فجريت تفتح لقيت عامل توصيل في وشها بيقول لها الفراخ جت فاستغربت هو ايدا وسألته لو طلب فراخ رح جاي من وراها وقال انه ما طلبش حاجة وقال للراجل كمان يمشي فساعتها الراجل صمم ان الوردر صح ومهما يحاول معاه الواد مش راضي يمشي لحد ما عصبه وطلع بره بره كي يتخانق معاه فالراجل لقاه مجنون وهيتجنن عليه قال له استنى كده اروح اتأكد واجي فقال له يا دينيل قلتلك ما تجيش ولسه هيلفي يدخل الشقة لقاها انتهزت الفرصة وقفلت اصلا من الباب وقفلته من جوا جامد بس برضو كانت مرعوبة منه ومن تغبيته عليها لقوا قاعد يطمنها ويقول لها ده انا مش عامل التوصيل ما يعرفش انها تطمن اللي عامل التوصيل وهو لأ المهم انها على طول بعطت له رسالة تقوله فيها انها مستغربة طريقته الجريئة معاها دي فاستغرب مالها وقرر في الاخر يمشي رحت فتح رمياله الجزمة وقفلت تاني فعصبته الصراحة ورجع لها يقول لها طبع على فكرة بقى انتي مع صعصة مش هبصلك اصلا بعدين قال يصلح اللي نيله بكلامه ده وقال لها قصدي يا حبيبة قلبي بحب روحك اكتر فطبعا طنشت كلامه كله وفرحت قوي ان الليلة دي عدت على خير وده كله بفضل عامل التوصيل اللي بنكتشف انه معرفة لمديرها وهو اللي بعته اصلا وفد الواقف تحت بنفسه يطمن هتطرد حبيبها ولا لا ولما الطمن مش يبقى ورجع عامل التوصيل على المطعم بتاعه وساعتها سألوه هو ليه رح يسلم اردر ما تعملش اصلا فقال له ان الوطل هو اللي قاله وكمان خلى من يومين يدور له على واحد كده اضطر يعمل يجي مئة مكالمة علشان يلاقيه فساعتها استغرب بيدور على مين طلع مين بقى بيدور على اون وده شيف مشهور حاليا وكان زميد للبطلة وسو كمان في المدرسة وكان معجب بالبطلة شكله بس سوه سخنتها عليه وخليتها ترفضه او يعني ما تعبرهوش فجرحته قوي وقتها ومن ساعته وهو مش عايز يسمع حاجة عن المدرسة كلها ولكن اتفاجئ بالبطل رايح له يقول له على حفلة لم الشمل وانه لازم ييجي فمفهمش يروح ليه فلقى بيفكروا بالبطلة وبيقول له ان وجوده هيساعدها كتير فقرر يروح فعلا للحفلة اللي فدرت سهرانة بالليل بطلتنا تفكر فيها هتلبس ايه وتحط ميكب ازاي وطبعا ميح خالص ففقدت الامل وقالت اكيد مش هعرف ابقى حلوة في يوم يعني بالذات ان خلاص الحفلة بقت بعد بكرة ويوم الحفلة بقى كلمتها الصبح سو وهي رايحة واكدت عليها تيجي وتبقى حلوة خلت بقى لجوة فصحابها جريوا عليها علشان يسلموا وبقوا فرحانين بوجودها وقعدين يمضحوا جمالها وقدي ايه هي شطرة علشان بتشتغل في شركة مشهورة فساعتها قلت لهم لا 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 كان جدعمتني برضو فقعدوا يقولوا لها ان لا يمكن يكون ده حصل واستغربوا اصلا انها لسه بتكلمها وبقى يقولوا لها اتبطل بقى تبيتها دي اللي مخليها تتعرف على اللي يسوى واللي ما يسواش فوقتها بقت فرحانة من جواها بس قعدت تعمل نفسها بتسكتهم وكمان بتعرفهم انها جاية النهار دا فبيتديوا قوي وبيقولوا هي ايه اللي هيجبها دي فبتمثل انها كيوت كالعادة وبتقول لهم يوعدوها انهم هيعملوها كويس فبيتعصوا من طبيتها الزيادة دي وساعتها بتتصل بيها كانج وبتقول لها نوصلت اترى بيزا فين وبنلاقي بقى الكل منبهر اول ما بيشفوها وقبل ما نشوفها احنا كمان هنرجع لوقت ما كانت مكتئبة وحس باليأس انها عمرها ما هتتغير ساعتها كلمتها يو تأكد عليها ينزلوا سوا بكرة بدل يوم الحد علشان معادها فقالت لها ماشي وخرجت تقابلها تاني يوم وشافت في طريقها من الاسهم اللي اشتريتها علية قوي ففرحت جدا وقالت هتشتري تاني لما تقبط بعدين وبعدها بقى كملت طريقها ولقيت وقتها محل مجوهرات في حلق زي اللي سو قدت هولها بس الفكرة ان بتاعها ده باين انه تقليد قوي جنبه فاتصدمت وعرفت ان كلام المدير صح وان سو مديها حلق فيك وساعتها وفتكرت ان دايما سو كانت بتشتري ليهم حاجات شبه بعض وفتكرت من سنتين لما كانت خارجة معاهم هي وبرك وجات هي الاول وقعدت تمدح في جمالها علشان هي اللي مش تريع لها اللبس وطبعا كانت جايبا لها الوان غمقى وهي فتحة علشان تظهر اكتر جنبها وجابة كمان طقية تليق عليها وعلى لبسها وملبساها لبنتنا وهي مش لها اكتر ولعبيت وقتها فرحت جدا باهتمامها وشكرتها قوي ولكن سو تضايقت منها علشان ما جابت لهاش الحلويات اللي بتحبها بس تفاجئت ان بارك جابها فساعتها لعبيتة برضو شكرته انه جاب لصحبتها الحاجة اللي بتحبها والفكرة بقى ان سو قامت تتنشى مع بارك أصلا وسبت الغلبانة بنتنا تشيل الشنط كلها مع ان ده بارك يعني حبيبها المفروض فبتفتكر بقى كل ده وبتعرف انها كانت مغفلة وزاعتها جات لها يو ولحظت ان الحلق فيك برضو فانت لها النهدية من سو وهي لسه ملحظة علشان الحقيقي بيلمع اكتر بكتير فوقتها البت ورعتها ان معيها الحقيقي فقعدت تقول لها انه توحف عليها وبعدين بقى راحوا ياكلوا وتفاجئت يو بيها انها بتشرب لان كان معروف عن بطلتنا انها بطلت بسبب موقف محرج عملته هي شربة فساعتها قالت لها ده حقيقي حصل بس انا رجعت للشرب تاني علشان بارك بعدين بعدها بتركز ان لسه المفروض مش هترجع للشرب دلوقتي ولكن بعد فترة المهم ان يو بتستغرب ان كل حاجة بتعملها علشان بارك ويريت ويستاهل بس تحاول تطنش الحوار ده وكملت شرب معاها ولكن افتكرت ان لسه كانجي عندها حفلة بكرة فالمفروض يقللوا شرب شوية رحت ايلالها انها كده كده مش ناوية تروح وعرفتها ان فجأة المدرسة كلها كرهتها وبقوا يتنمروا عليها فده بقى يخليها خايفة وبتعمل غلطات اكتر فبقوا يكرهوها اكتر فسألتها هو ايه السبب رحت كانجي ايلالها يا بنتي معرفش فنصحتها انها لازم تعرف وما تهربش من المواجهة فساعتها بتفتكر لما رحت الحفلة دي فحياتها قبل كده وكانوا وقتها بيتكلموا عن كرههم ليها بسبب انها عملت موقف في سوء في سنوي هما صغيرين بس ما كملوش كلام عن الموقف ده فما عرفتهوش وعلشان كده قررت تروح للحفلة تعرف ايه الموقف اللي عملته ده وقرهم فيها كلهم بس بعدين افتكرت شكلها وان مستحيل تلحق تغير حاجة فساعتها ايه قلت لها وليه مستحيل يلا بينا ورحت وغداها للمكان اللي بتحب تعمل فيه شعرها والميكب بتاعها دايما وقالت لها انها تستخدم اشتراكها فاتكسفت كانج وقالت لها هتدفع هي فعلشان يوم تحرجهاش خلت البنت تعمل وكأن الاشتراك هيخلص النهار ده فلازم بقى يستخدموه فارتاحت كانج وفضلت بقى يوت اقترح عليهم هناك يعملوا ايه في شعرها والميكب بتاعها كمان يكون عامل ازاي فبدوا بقص شعرها بعدين الميكب وفعلا اتغيرت 180 درجة يعني مفيش اختلاف هي كانت حلوة من الاول بس بصراحة التغيير والثقة بيحلوا اكتر فانبهرت بيها يو طبعا وهي نفسها انبهرت برضو وفعلا زي ما طلبت مينيون انها اتغيرها لشخص تاني حصل فعلا وبقت حد تاني غير الشخصية الضعيفة المهزوزة القديمة بتاعتها دي ومن بعدها بقت قمست شخصية يو شخصية البطل الغني مع حبيبته الفقيرة وهاتك يا هدوم جديدة زهقت البت منها كل شوية تقيس واشتروا في الاخر كل حاجة عجبتهم وكان في شنطة كده وقفت عندها بطلتنا وافتكرتها يو عايزاها بس لقيتها بتقول لها دي بتاعت حد تاني وكان قصدها على سو لان دي شنطتها اللي كانت لابساها يوم ما قتلوها وفضلت يعاني تفتكر اللي حصل لها في احلامها بعد ما روحت ولكن فائت منها تطمن نفسها انها في بداية جديد خلاص ووقتها لقيت نائب المدير مكلمها يقول لها انه هيوافق على المشروع بس تضم سوف الفريق بتاعه فاستغربتش معنسه وحست انها ممكن تستغل مشروعها زي المرة اللي فاتت كده وفعلا سوف كلمتها تتحيل عليها زي ما عملت قبل كده بالزبط وقالت لها تديني المشروع عدله فساعتها بقى رفضت بطلتنا وقالت لها ده مشروعي فالتاني ما سكتتش برضو وفضلت تتمسكن وقالت لها اصلا عايزة تعين بقى وما بقاش موظفة بعقد فساعديني المرة دي وخلينا ننجح سوا رحت برضو بنتنا الجامدة اتمسكت بكلامها وقالت لها ما ينفعش هبقى ديكي فكرتي الجاية لان انا كده كده عدلت المشروع خلاص فتعصبت منها قوي ورحت سأليها عملت النهاردة فحكت لها انها تغدت معيو وناي ما عندها دلوقتي فضغوزت سوء قالت لها ما قلتي ليش ليه فقفلت معها الموضوع والمكالمة كمان فساعدها ضغوزت قوي سوء ورحت بعتالها تأكد عليها تيجي بكرة وتلبس الحلق اللي جابته لها هدية وبقت تقول تستاهل اللي هيجرى فيها في الحفلة علشان تبقى تقول لي لأ بعد كده ورجعت بقى بعدها تدل على نائب المدير الحيوان اللي مسح اسم بطلتنا ودلها ورق المشروع عادي أما بقى الحيوان التاني حبيبها ده فكان مع صاحبه اللي سألوا عن كانجل وكلمها ورجعت له فقال له يا ابني أنا نطنشها علشان ترجع لي لوحدها مع إنه كداب وبيزن عليها بس هي مش راضية ترد المهم بقى بنرجع تاني ليوم الحد ساعت لما دخلت عليهم الحفلة وبنشوف الكل منبهر وسوبقتها تغم عليها من الصدمة وفي ولد منهم قال بقى كانجل عبيت بأمر كده رحت قالت له انت مين يا لأ معرفكش أصلا بس عمتا انت ما تربيتش فساعتها علشان يحرجها قال لها إنها بتقلت حلقان سو فقالت له دول وورت حلقانها أكتر وطلح حلقانها هي الأصلية وسو تقليد أصلا فالكل كده بيتطريق على سو وحد هنا هيقول يعني سكنة جايبة ديهم أهو هم اللي اتنين حاجات تقليد فقاضة حقيقة بس جايبة نفسها تقليد عالي وجايبة لها تقليد يتقفش على طول واللي شرحت لها الحوار ده وصلية هدية فساعتها لكل التاريق على سو اللي بيتقعدها تشيط من غزها وقالعيت الحلق أما بنتنا بكل برود قامت تدخل الحمام وجاهزت نفسها بقى علشان تسمع وفعلا بعدها دخلوا 3 بنات وقعدوا يتكلموا عنها بعد ينحسوا بوجودها ووقفوا برضو عند نفس الحتة وفضلوا يدوروا عليها فالمرة دي ما استخبتش وطلعت لهم بنفسها فساعتها هما اللي ترعبوا بس على طول حاولوا يهزقوها ولكنها ما سكتتش برضو وكمان قالت لهم يكملوا كلامهم علشان عايزة تعرف هي قزة تسوف ايه فقالولها انها على طول بتقلدها حتى في الحلقان رحت موريهم النسو هي اللي جبت لها حلق تقليد هدية بس كشفت مقلبها ده وجد بالاصلي فقالولها انها غلطانة علشان قالت لها تنفصل عن حبيبها في سنوي وكمان دلوقتي بتكرر نفس غلطها ولما ساعدتها سو علشان تتعين في الشركة لفت على بارك اللي بيحبها برضو فساعدها دحكت على الكتب ده وراحت موريهم الكرت بتاعها وانها اعلى اصلا من سوف الشركة فما صدقوش رحت ايلالهم انها دخلت الشركة من سبع سنين وسو من سنة علشان انا رشحتها ليهم يبقى مين اللي ساعد مين فتخضوا من المفاجأة دي بعدين ما سكتتش ووريتهم برضو ان بارك ده حبيبة هي مش بيحب سوها لحاجة واتصلت بيه تأكدوا وراحت خرجها لبرة تاخد حاجتها وتمشي فساعتها وقفتها سوه فلسه هتشتمها لقيت البنات جوم برضو وواحدة منهم قالت لها انها برضو لسه غلطانة علشان خلت سوه تنفصل عن قون في سانوي فبقتها تتجنن من الكتب ده وسألت سوه وانت يرتبطي بقون امتى اصلا رحت سوه توطارت وقالت لها مردتش اقولك يعني وقتها فقالت لهم ما لقلت لهم ازاي ان انا قلت لك تنفصلي عنه ما انا ما كنتش عارفة هو فقعدت سوه والبت رحت برضو مغلطاها وقالت لها بطل تهربي من الغلط رحت قال لها بقى انا اللي اغرب من الغلط ده انت اللي كنت بتتنمري عليها تلات سنين فبرضو غلطتها وقالت لها خلاص سوه قالوا ان هما كانوا مرتبطين يعني مرتبطين وانت اللي كدابة فساعتها بيتفجأ وقون بنفسه جاي وبيقول عمري مرتبطت بسوه فالكل اتخد اما بها بنتنا فطلعت برا المكان كله وساعتها كان واقف بعربيته برا المدير وشافها وشافقون وهو بيلحقها علشان يعرفها في وسط الشارع انه كان بجد معجب بها قوي ورح بقى بعدها طالب ياخد رقمها فدت هولو ومديرها لما شافهم كده قلب ورومانسيين رح متصل بيها يقول لها انه عايزها في شغل ضروري ويدلها العنوان فساعتها استأزنت ومشيت ولما وصلت بقى للمكان لقيتوا مستنيها برا القتيل وخدها رح بها للمكان لقيتها قاعدة اجتماعات بيعرضوا فيها فكرة جديدة وهي تطبيق للسوشيل ميديا فانبهرت لان التطبيق ده هيكون نجح جدا بعد عشر سنين فقعدت تحمسه ان الفكرة تحفى فقال لها انه شايف كده بردو ولكن غيره لأ فبصت تفهم قصده مين لقيته الراجل ده فافتكرته على طول كان راجل قليل الأدب اتصور له فيديو قبل كده وهو على الطيارة بيدايق الموظفين والركاب فساعتها بقت حزيرة معاه اما هو فانبهر بجمالها وقالي للأدب رحقيل المدير كويس انك مشاغل معك بنات حلوين اهو متعة فبقت مستحقرة قوي بالذات بعد ما شافت طريقته مع الموظفين وازاي بيدربهم علشان مخلفينه في الرأي وكان شايف ايه بقى ان المنصة دي مش كويسة لانها بتظهر له محتوى للكبار فقط فقالت لوقتها المنصة تظهر لك الحاجات العشوائية في الاول لحد ما تفهم انت بتحب ايه وتظهره لك رح اقيل لها نورتي المحكمة ولسه هيدايقها برضو رح وقف له بقى المدير وقال له انها من اشتر الموظفين عنده وجبها هنا علشان يسمع رأيها فلازم يحترمه فساعتها قاله مال وهحترمه ولما معرفش كده يضربها رح ضرب موظف عنده بقى وخلاص وفي نفس الوقت ده في الحفلة وفضلت تقول لهم ليه دايقتوها بس وخلتوها تمشي فساعتها قالول انت يا تستعبت يا بت مش انت السبب وفضلوا يواجهوها بكل الكتب اللي كتبته عليهم طول الفترة اللي فاتت وانها كانت السبب اصلا في معاناة صحبتها في سنوي وكمان مرتبطتش عمرها بقون ده فقعدت تفكر مين حرف يوصل لقون ويخليه ييجي بس رحت متعصبة عليهم فجأة وقالت لهم ان هما اللي اتنمروا عليها من غير كلامها اصلا وقامت تدخل الحمام والبكحة كانت مقتنعة ان فعلا كلامها قال ما عملش حاجة مع ان كلامها كان ايه بقى ان كانجي بيدغير منها وخاطف يتقون منها ودايما طمعانة في اللي في ايدها فطبعا هيكرهوها فاللي هو يعني احنا مش عبت المهم انها ما بتسكتش وبتحاول تتصل بكانج ولكن الحمد لله بيبقى موبايلها مقفول علشان في الشغل فبتتعصب اكتر وبترجع لهم بقى وهي مبتسمة علشان تنسيهم عصبيتها لقيتهم كلهم ماشيوا اصلا وماهتموش بها خالص فبقت مدية اوي عكس بطالتنا اللي فرحت جدا ان المدير جابها وشكر فيها كمان وشكرته وهم خارجين اوي فلقيته بيقولها انها تستاهل فعلا كلامه اكتر ورح عرض عليها يوصلها حاولت ترفض في الاول ولكنه اصار علشان يعني يعوضها انه جابها تشتغل في الاجازة بتاعتها وفي الطريبة لاحز ان سو بتتصل بيها وهي بتطنشها فقال لها يعني لو ورك حاجة هوصلك برضو فقالت له ما وراهاش لقوا بعدها لقاها بترد على رسالي الحد وممسوطة جدا فسألها في ايه رحت ايلاله النقون وحكيت له ان حبها الاول فساعتها ضغاز قوي وقال لها ما تخليش مشاعر المراكبة بتاعتك نحيته تأثر عليك دلوقتي فعلى طول قالت له لأ طبعا ففرح وقال بس بقى فرصتي لقاها بتقول له اصلا كده كده انت عارف بقى مرتبطة فبقال لهو يادي النيلة ولما كان خلاص مقرب على بيتها لفت نظرها انه قدامهم بارك فلقاها بتنزل الكرسي بتاعها بسرعة ونامت حرفيا واول ما عدوه قامت ولا كأن في حاجة وقالت له على فكر انا ما كنتش باستخبى منه فقال لها امه الايه لسه هتجدب لقيت سو كمان مستنية تحت بيتها فاستخبت بقى وخلاص فعاد يضحك عليها اما بارك العبيت لما وصل لبيتها ولقاسو سألها في ايه فقعدت تتمسكن كالعادة وتقوق فقال لها معلش ورح من بجحت واخدها وطلع بيها على بيت البطلة ولا كأنه بتبوه فلقاها الحمد لله مغير الباسورد فبقى مستغرب قوي عملت كده ازاي وحاول يكلمها رحت التانية متدلع عليه وقالت له مش هترد وقعدت تقول له انها زعلنة منها فقال لها يا ست انت عارفها غلبانة وهتصالحك عادي وخدها يشربه سوا وسعيتها قالت له انها حاسة كان جب تبعد عنها وبتقلل كلامهم سوا فبقى هو كمان حاسس نفس الحوار اصلا بس كدب احساسه وقال لها تلاقيها مركزة في الشغل وهي ولا مركزة ولا نيلة دي مش طيقاهم بس المهم بقى كانت مع مدرها اللي ركن على جنب علشان يجيب لها قهوة وسعيتها كانت مكسوفة من اللي حصل بس سألت له الصراحة كده مش هشرح لك حاجة يعني لسه خبت من حبيبها وصحبتها المقربة فقال لها بصي انا عندي فضول بس مش هاسأل فاحترمته قوي وقعدوا بقى بعدها يتكلموا عن احلمها فقالت له انها عايزة تطور من نفسها في الشغل ورحت ايلاله انها شغالة على مشروعها دلوقتي وقالت اسمه فساعتها قال لها تصرع من الشغل عليه وتوريهله في الاول رفضت لتقل عليه يعني بعدين قال لها عادي فاتفقت معي هتوريهله فعلا وكمان قالت له بعدها عايزة تتعلم اي حاجة كده دفاع عن النفس فقال لها هعلمك انا فقعدت تضحك لانها ما تخيلتش انه مهتم بالحاجات دي ابدا فقعدت بها ويقول لها انه بطل في العاب كتير وهي كل ده عبيضة وبتضحك اصلا ولما لقيته لطيف كده اقترحت عليه يجرب يلبس عدسات بدل النظارة ودي حاجة طبعا قال لت الزوق ما ينفش نعلق على شكل الناس بس يعني هو شفى حاجة حلوة جدا ولما وصلها بقى البيت اخيرا طلعت لقيت يو رسمالها تصميم جديد لبيتها اللي عايزة تغيره وفي الاخر اقترحت اصلا انها تغير البيت كله وتنقل لبيت جديد فحبت الفكرة وكانت فرحانة باهتمام يو لحد ما لقيت سو الحرباية دي بتكلمها وبعتت لها رسائل تقول لها انها ما اصدتش حاجة وما تعرفش هم ما فهموا غلط ليه فقالت لها بعدين بقى نتكلم فلاقيت بعدها بارك ده بيتصل بيها فبترد لقيت سو اصلا اللي بتتكلم فقفلت في وشها وعرفت انهم سوا لأ وبرك بعيت لها رسائل يقول لها حرام عليك يا مفترية سومت دايقة بسببك فقالت له طب الف باركة كويس انك معايها وصلها بقى وما تقرفنيش وفضلت تتمنى يتجوزه وتخلص من الهم ده وساعتها قطع افكارها قون لما كلمها ولقيته بيسألها يا ليه ما حاولتش تتكلم معا قبل كده فقالت له يا ابني منت اللي قلتلي في المدرسة ما كلمكش تاني وساعتها بنرجع بالزمن كم سنة كده الوارا وبنشوفها وهي فرحانة انها شفيته ومعها سو اما هو فبيزعل جدا وبيقول لها في نص المدرسة ليه عملت كده ما تكلمنيش تاني ابدا فقالت دماله ده راح تسوكه واللي خبايسة قالت لها يو بقى اصلا عرفته بالصدفة انك معجبة بي فديت قوي انه زعل منها علشان بس بتحبه وكرهها كده ولكن الفكرة بقى ان دلوقتي لقيته بيقول لها انه قال كده علشان هي رفضته فقالت له انا ابني رفضتك فقال لها اه بعطيه لرسالة وعرفت منه انه اصلا كتب لها جواب اعتراف وهي كمان ردت برفض فساعتها بقتها تنهار من سو ازاي غفلتها كده فقالت له بقى خلينا نتقابل وهات الجواب اللي بعتته لك ده فقال لها ماشي وفرح انهم هيتقابلوا وتاني يوم بقى لما رحت الشغل الكل انبهر بيها فقالت لهم ربنا يخليه هي اللي زبطتني كده فقال لها تحفة حاولت سوت كلمها قطة نشاتها ولما جي بارك انبهر بيها وقعد يهزر معايها فبقيت جمله وتتحكله وده استفز المدير وخلى حرفيا ان يبقى شكله عبيت وقعد يغبط ويوقع في الحاجة فطبعا حاولت سوت الفتنظره وقالت له هلمهم انا فقال لها ماشي من غير ما يبصلها حتى والعبيت بعدها رح لبطلتنا يقول لها لبسك مش مناسب للشغل على فكرة فيعترضت وقالت له ما لها فقال لها مش عارف حاسسها غريبة يمكن علشان من غير النظارة فاستغربت كانجي وقالت له ما انت شفتني مبارح من غيرها فقال لها اه صح بعدين لحظت ان هو جاي من غير النظارة برضو ويلابس عدسات فقالت له ان كده احلى فبقى وايف حبيبها في النص ملوش لازمة حرفيا وقعادي يسألها قبلته امتى مبارح فقالت له رجع يالعلى مكتبك فماسكتش طبعا وطلب يقابلها في البريك وقاتها سألها قبلته ازاي فقالت له انه كان عايزها في شغل رح مقرب لها كده ولا هلأ على فكرة الراجل ده بيحبك خذ يبالك فقالت له انه لأ طبعا رح اقيل لها فكك بس انا راجل وعندي كورون استشعار فهو صحي فعلا عنده كورون بس مش استشعار انا بالنسبة لانه راجل فده كده بأكيد المهم غلطيته رح اقيل لها على فكرة انا بغير وكلهم النهار ده كانوا معجبين بيكي وفعلا الكل قال له ده انت زوقك حلوة جدا فبقى فخور انه اخترها من الاول وقال لهم على فكرة انا كنت عارف انها مخبية حلواتها فقالت له اه يا حبيبي ومالو فقال لها انت حبيبتي الوحدي صح فبقيت مش طيقة تلزيقه ده بس لقيته كمان نوي يقرب لها فعلى طول وقعت عليه القهوة فجري على الحمام فجايت امبا بعدها لقيت سجاة تكمل عليها تحرق دمها برضو وقعدت تدلع عليها وان ازاي هي بريئة وما كانش قصدها فساعت قالت لها اه اكيد ما كانش قصدك تقول لهم اني ازيتك كده وتتبلي علي هم اكيد فهموكي غلط لانك لو عملت كده تبقي مخبولة الصراحة فرحت سول كدب ايلالها ايوة وانتي عارفاني لا يمكن ازيكي فرحت ايلالها ايوة ايوة ومالو ورحت معرفاها برضو انها تقابل اون تفهم منه ايه اللي حصل زمان فترة عبت وقتها سوء رحت مخوفاها اكتر وقالت لها انها مش هتسكت زي زمان وهما بقى ماشيين حاولت تكلمها بلطافة علشان تفاهم الباقي انهم صحاب بس والعبرتها البطلة ولما دخلوا الاسنسير كلهم ما كانش هيركا بالمدير بس بعدين ركب معاهم علشانها وسمع الباقي بيتكلموا عن قد ايه هي بقت جميلة ويبخت بارك بيها وان الرجالة كلهم كانوا بيحسدوا النهاردة فبقت ولا هي ولا المدير طايقين بارك ولما نزلوا بقى لقوا بيوقفها يتكلموا وقال لها انه علق على لبسها علشان ما بيحبش ان حد يلبس حاجة علشان يبهر حد تاني مثلا فساعتها قالت له انها من ساعة ما تغيرت نظرات وكلام الناس تغيروا فقال له دي حاجة وحشة على فكرة انهم يتعاملوا معاك علشان شكلك الخارجي فساعتها قالت له اه بس بما اني يعني دي ترقيتهم هستغل لها عادي علشان اعرف اتعمل معاهم ونصحيته كمان يغير من لبسه شوية ورح يتمشي على الاجتماع اللي عندها ولما خلصيته وقفت تستنى الباص لقيت يو خارجة من محل جنبها وبتصوت في الشارع علشان لحقت تشتري شانتا براند فلسه هتكلمها لقيته خارج وراها ومشييلة شنط قد كده فعرفت انه هم مرتبطين وبقيت التريق على بركة لما روحت وكرونة لستشعار بتاعته دي وافتكرت لما يو زمانة نقلت من الكسم كله لما طلع كيم عليهم اشاعة انه هم مرتبطين فبقيت متأكدة انهم سوا وهو بيساعدها علشان يو بقت صاحبتها مش اكتر ما تعرفش انهم اخوات اصلا ويو بقى روحت على جدها تقوله قد ايه خلت الغلبان يصرف على شنطها وفستانها فقال لها براحتك يا بيبي بعدين ودعهم وقال لها يوصلها وروح مكلم المساعد بتاعه يسأله مين البنت اللي مهتم بيها حاليا حفيده فقال له هيعرفه ويقوله ورجع بقى ساعتها حفيده على صاحبه وقعد يتمرن معه شوية علشان يجهز نفسه لتدربها بعدين لما رجع بيتها بنشوف علامة القلب اللي كان دايما بيرسمها وباباها على جسمه وبنعرف ان دي حياته التانية زيها بالزبط وبيفتكر اللي حصل بقى لما عرف بموتها ورح يحضر الجنازة ولقى هناك الشرطة بتقبض على سو بارك بتهمت قتلها والبكحين قالوا ما كده كده كانت هتموت برضو فما بقاش مصدق حقارتهم دي وبالصدفة سمع كلام صحابها عن سو وازاي كانت بتخليهم يكرهوا البطلة في سانوي بسبب حوار اون اللي بيجي يقولهم حوار ايه انا كنت معجب بكانجة اصلا وعمري مرتبطت بسو فعرفوا كده انهم كلهم ظلموها للأسف فبقى سامع وهو ندمان انها ماتت مظلومة من الكل وهو راجع بقى لبيت ومنهار كان هيعمل حدثة ويغبط قطة فتلاشها رح لبس هو وعربيت وتقلبت ومات ولكنه فق من تاني زيها بس الفكرة هنا بقى انه ما يعرفش ان هي كمان دي حياتها التانية زيه فيطر بقى هيعرف امتى وازاي هيحقق قولها الانتقام وسو بقى هتسيبها تعيش حياتها ولا حقنا وهتسخن بارك عليها ده بقى اللي هنعرفه اكتر لما تنزل بقى الحلقات ان شاء الله واول ما يخلص المسلسل على طول هتلاقوا الجزء التاني منه فقناتي التانية على نجار اتنين فاشتركوا فيها من دلوقتي واتأكدوا كمان انكم فعالين جرز الاشعارات عشان لما نزل الفيديو يوصل لكم على طول موسيقى